دلوقتي احنا هنشوف الماكينات اللي بتأشر لنا البطاطس او البصل او التوم وكمان بتقطع البطاطس ممكن نستخدم دوت في المنازل كاستخدام شخصي وممكن نشتغل بيها كبداية مشروع صغير طب ازاي في المطاعم بياخد وقت طويل او في تأشير البصل والبطاطس وتقطعها احنا ممكن نورد لهم ده وممكن ناخد على كل كيلو مثلا جنيه وممكن احنا نعمل ده مشروع شخصيينة يعني احنا لنقشر وهكذا ونعمل اكياس بطاطس نصف مقلية كل واحد يفكر بقى ازاي ممكن يستخدم الماكينات اللي حنشوفها دلوقتي سواء يشارك في مشروع يعني يبقى مساهم كجزء في مطعم او يعمل هو الشغل الخاص ليه احنا هنشوف دلوقتي الماكينات الحجم المتوسط زي اللي احنا شفناها وحنشوف برضو الماكينات الحجم الكبير اللي ممكن تاخد شوالين في المرة الواحدة دخلنا على الحجم الكبير او بيفرغ الشكايرة او بيفل وحيدور دلوقتي اظن باين قدامنا طيب في حد ممكن يقول لي طيب دوت هيحتاج كهرباء كتير وهكذا فيه اساليب تانية فيه بيشتغل بالانبيب البتاجاز وفيه بيشتغل يدوي طيب ياريت تتابعوا على القناة لان احنا عاملين فيديوهات ازاي ممكن نستغنع عن الكهرباء خالص او عن الغاز ان ممكن نشغل مكان دوت بمية بنعمل فاصل لجزئ الهايدروجين من المية بشيء بسيط جدا ان بنحط عليها ملح وبنحط قطع الامونيوم بيخرج غاز الهايدروجين اللي ممكن يشغل لنا هذه الماكينات وفيه اساليب تانية ممكن بنشغل برضو بكوب من البنزين مجرد بنمرر فيه هواء مضغوط بيشغل لنا الماكينات دي فاريت تتابعوا هذه الفيديوهات على هذه الصفحة انا عايزاكوا تتابعوا على الصفحة دي مشروعات صغيرة كتير جدا زي مثلا انتاج الشباشف خطوة واحدة انتاج الاطباء الفويل واصلاح اللامبا الليد بنفسك وايضا انتاج الذهب من الهواتف والكمبيوترات القديمة وكمان ازاي ممكن تصنع سخان شمسي بيودار بالطاقة الشمسية بعيدا عن الوقود بنصنعه من طبق ديش قديم وعرضنا مكينة انتاج المج السحري ومكينة الحفر بالليزر وايضا مشروع انتاج كيلو بيد بربع مليون جنيه من حشرة الجندي الاسود ازاي ممكن نربيها وننتج هذا البيض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا